نفترض أن أحد الأصدقاء حابب يأخذ رأيك بفكرة فكرته أنه ينتج سحاوق أو بسباس عدني في إحدى أكبر دول العالم إيش بيكون ردك له؟ طبعاً أنا عملت استفتاء بهذه الفكرة سألت مئة شخص من مختلف الأعمار والمقالات والمستويات الثقافية وكانت ردودهم كالآتي 37% استهزئوا بالفكرة منهم اكتفوا بالضحك ومنهم ما شاء الله ما قصروش قال لي يقول لي هدي مالك ايش استوالك وقال لي عدموا المنتقات ما لاقيتش بيش بتخزي بنا في حين أنه 45% اكتفوا بالاستغراب والظل معانا 8% بس أي ثمانية أشخاص من أصل مئة شخص استقابوا للفكرة أغلبهم ما قالوا؟ اترسي الفكرة لو المنتق بيمشي بالسوق الدولي ليش لا؟ ومنهم قال فكرة جديدة والحلو في به أنه تعريف لمنتق وطني في السوق الأجنبية بس بغض النظر عن الآراء والنسب يظل مقرد استفتاء ليش؟ لأن فكرة تصنيع البسباس العدني هي فكرة يمنيتين عيشات ببريطانيا أحبوا الفكرة آمنوا فيها وسعوا عشان يحققوها وفعلا من 2013 منتقهم بسباس متوفر بالسوق البريطاني بشكل رسمي وكأن لسان حال الكثير مننا يقول لو كنت أنا صاحب الفكرة وبعد الردود والسخرية التي لاقيتها مستحيل أستمر فيها بنسي الموضوع بالمرة وبكذا بقضي على فكرتي وحكم عليها بالإعداء بسبب الإحباط طيب من فين يجي لنا الإحباط وإيش اللي وصلنا لهذه المرحلة نحن نعرف إنه في عقل كل منا تكمن الأفكار الإيجابية الطموحة وكذلك الأفكار السلبية السوداء ومن عقولنا تتشكل أفكارنا ومعتقداتنا وعليها تنتق سلوكياتنا وتصرفاتنا في الحياة أبسط مثال الأطفال عندما يكبر الطفل وهو ما فيش احترام للرأي ولا للذات يعامل كامتداد للآخرين يكبر على أص ويا غبي وما منك شفايدة واسمع كلام الكبار هنا العقل الباطن للطفل يستجيب لا إراديا يبدأ يعمل حد لقهوده قدراته في الحياة بس إيش بيقولوا قد البلاد كلها خربان ومتقدت الدوري لنا القهار طيب نشوف البلاد إيش فيبه من خراب بإيش مقصرة معنا اليمن الموانئ اليمنية ذات أهم مواقع جغرافية على مستوى العالم معانا تربة غنية معانا ثروة معدنية معانا تراث معانا حضارة معانا نفط معانا يورانيوم ومعانا سقطرة التي فيها مئات ومئات من النباتات والطيور الموجودة حصرياً فيها في من دول العالم الأول عايشين على موارد أو اثنين من هذه الموارد مثل سويسرا معتمدة بشكل رئيسي على السياحة والزراعة ونحن ما شاء الله ربي منعم علينا من كله وما كان البلاد ما تخارجش طيب كيف نعمل إيش الحال وفين الغلط الغلط إننا عايشين كل واحد ملتهي بحياته عايشين الدنيا مخارقة كبرنا على كذا ونربي أطفالنا على كذا وبالنتيجة معانا قيل مشفاهم إيش له وإيش عليه قيل مشفاهم واجباته تقاه نفسه قبل وطنه أنا نفسي عشت كذا كانت حياتي كله عبارة عن أسمع الكلام أصلي وأهتم بدراستي وخلاص ما حدش له عليا حاجة ولا تطالبوني بشي كانت أكبر مصيبة تنزل على راسي إذا شفت واحدة لابسة زي فستاني ولا زي عباياتي أو إذا في كريستالة خارقة شوية عن مكانه كان صعب على قلب الصغير أن يتحمل ذلك مصيبة هذه كانت حياتي حقيقة ولا زالت حياة كثير من شبابنا والمصيبة الأكبر أننا عايشين ونرى أي غلط فيه بس لو نفكر بعمق وبلاش سطحية ما نلاحظ أنه كل واحد فينا كل فرد مختلف الأعمار والمجالات والمستويات عبارة عن ثروة ثروة بأفكاره بالمنقزات اللي ممكن طموحه تحققه له لو لوطنه بس للأسف تعودنا نقلل من شأن أنفسنا ونحصر اهتماماتنا بتفاهات الحياة تعودنا نقلل من شأن الآخرين بتعليقاتنا الساخرة واللي أغلبيتنا يعمل كذا من غير قص أو من باب المزاح وماذا الغرض؟ ماذا نستفيد لما نستسخر بالآخرين؟ ولا شيء هذه المسألة نفسية بحتة لأنه عايش بسلبية ومش ملاقي إيجابية بحياتي فلا إراديا نعمل نفس الشيء مع الآخرين طيب، دعونا نقرب تقربة يعني نقرب نتقن عملنا نهتم بدراستنا نساعد غيرنا طول ما نحنا قادرين ونهتم بتربيات أطفالنا وهذه أهم نقطة الشخص ممكن يقدمها لنفسه لأسرته وللمجتمع مثلا الأم لما تهتم بتربية أطفاله سواء كانت متعلمة أو أمية ذا مش عذر لما تعلم طفلة من البداية احترام الذات احترام الآخرين واحترام القانون لما الطفل يتعلم أنه صح وغلط ذا حلال وذا حرام ويفهم عواقب الغلط والحرام هنا الأم تقدم للمجتمع عقيل يراقب الله سبحانه وتعالى بصرفاته يحترم الذات يحترم الآخرين ويحترم القانون وهذا أفضل بكثير من عيب لا تسويش كلا الناس يضحكوا عليك عيب الناس يضحكوا عليك كلنا سمعناها وأغلبيتنا قاله لكن ما هي المشكلة؟ هذه الجملة بالذات ربط لنا أجيال منتقدة أجيال سلبية أجيال تراقب الناس بتصرفاته يعني لو لا يوجد أحد يمكن أن يغش بدراسته يمكن أن يسرق يمكن أن يختلس يمكن أن يرتشي أهم شيء لا يوجد أحد طيب بالمقابل دعونا نرى كيف نبدأ الإحترام والتفكير بإيجابية للآخرين وأفكارهم حتى لو كانوا صغار ينعكس بشكل جداً رائع على واقعنا خلال عملي بالمنظمات الدولية تحديداً بـ 2013 عملنا حملة كان موضوعه النظافة الشخصية نظافة البيئة التغذية والرضاعة الطبيعية دربنا ناس من مختلف المقالات عشان الفكرة توصل لجميع شرائح المجتمع وخلال قولات المتابعة حضرت بمدرسة بمديرية باب المندب كان صف خامس ابتدائي الأستاذ يشرح للأطفال عن الطريقة السليمة الغسل اليدين عدم رمي المخلفات على الأرض وغيرها من الرسائل كان الأطفال مبسوطين يتقاوبوا مع الأستاذ لكن واحد من الأطفال كان حابب يقول شيء بس كان مستحيش شوية الأستاذ لاحظ الطفل وشقعه يتكلم وحطوا ألف سطر تحت جملة الأستاذ شقعه يتكلم لأنه هذه مربطة الفرس ما قال الطفل؟ يلا نظف الساحلة اللي وراء المدرسة عشان تكون قريتنا حلوة والسياح يقوا عندنا براءة كلماته وإيجابية فكرته اضطرتني أتخذ قرار بتوسيع نشاط الحملة قالت له فكرة حلوة خلاص ما نحدد يوم وننظف الساحل مع بعض الأستاذ لحظة لحظة ما رأيك نوري لك الساحل؟ بعدين مخطط على بيّنة قالت له طيب نروح لا يوجد مشكلة ورحنا وشفنا الساحل ويا ريتني ما شفت؟ أحد ساحل باب المندة يستخدم كمكب نفايات لثلاث قرى ثلاثة يعني الفكرة ليس بالبساطة اللي نكنت متخيلها والموضوع ممكن يكون خارق عن قدراتنا وخارق عن مواردي وسيطرتي بس بالرغم من كذا ما حبيتش أحبط الطفل قلنا خلاص باشوف ايش نقدر نعمل وان شاء الله خير تواصلنا مع الناس السكان قادة المجتمع والمعسكر ايش اللي وصلنا لهذه المرحلة وايش اللي ممكن نعمله عشان الناس تتوقف عن استخدام الساحل بهذه الطريقة خرجنا بي انهم بيوفروا شيوال ثلاثة بوابير للحملة قلنا نعمة من الله بس لازم المحافظة توفر حاويات قمامة عشان الناس تستخدمها بدل الساحل قلنا خلاص بنبلغ المحافظ وهم يشوفوا شغلهم فعلا رحنا بلغنا المحافظ وتم صرف الحاويات نحنا نسق للحملة كأن الفريق نفسه متفاجئ بسلاسة سير الأمور كل شيء ما شاء الله يتيسر بسرعة 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 كل اللي عملناه من ناحيتنا كتدخل خارجي من المنطقة كان أربع قواري عشرة كريكة عشرة شواك يعني ما اعتقدش أن الحملة كانت بتتوقف على الحاجات اللي قبناها لأن الفكرة من عندهم الحماس من عندهم والأدوات الثقيلة من عندهم وفعلا أقى يوم الحملة كان الطالب المدرس سكان الحارات قادة المجتمع والقيش الكل يد وحدة يشتغلوا مع بعض عشان ينظفوا الساحل كان يوم تاريخي الحماس اللي بالأطفال ويداتهم الصغيرة وهي تنظف الساحل بس عيونهم كانت مليانة حماس العيون اللي كانت تنتشى المستقبلهم بين أكوام الخراب كانت عيونهم تحكي قصة نحن قيل قادرين نبني قادرين نعمر قادرين نرفع البلاد نرتقي بفوق بس اعطونا الفرصة شقعونا وخذوا بيداتنا وفعلا بظرف يومين بس يومين بس تم التخلص من عشرين طن من النفايات وإحراقها وصلنا لهذه النتيجة طبعاً فكرة الطفلة متوقفت هنا الحملة تغطت إعلامياً وصلت أصدائي لمديرية المخة مديرية المخة تتحرك بسرعة الشباب بينهم بين يوفروا أدوة التنظيف ويبدأوا حارة حارة توصلوا معنا جيراننا بباب المندب مش أكثر حماسة ولا إيقابية مننا تعالوا عندنا ويلا نشتغل ورحنا نسقنا للحملة وعملنا حملة استهدفنا في بشار على اتصالات والكرنيش وعدة حارات وكانت حملة ناقحة من جميع المقاييس طيب ليش هذا كله؟ هذا كله لأن طفل آمن بفكرة وكانت بالنسبة له هذه الوسيلة لحياة أفضل ومكان أجمل وأرقى للعيش وقوفي اليوم على منصة تيديكس مش عشان أتكلم على المبادرات ولا الحملات ولا عن النظافة بالرغم من أهمية هذه المواضيع بس اليوم وقفت بينكم أتكلم عن طفل طفل أشعل الإبداع بفكرة شاركه فغير مقرى تاريخ قريته يا ترى ما مخبية لنا أفكار وطموحات أطفالنا وشبابنا من اختراعات ابتكارات إبداعات ومبادرات ممكن توصلنا للعالمية أتمنى أن نستمع لهم ونتقاوب معهم أتمنى أن نأخذ بيداتهم وعشان نقدر نعمل كذا لازم نغير من طريقة تفكيرنا ونتسلح بالإيقابية والطموح عشان معهم نوقف ونواقه مستقبل بقلوب ما تعرفش الهزيمة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة